شاركت مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي في حفل إطلاق تقرير تنمية البشرية للدول العربية لعام 2022 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان تحقيق تعاف شامل ومرن في فترة ما بعد كوفيد وخلال كلمة لها أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاطة أن مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحقق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا وذلك بسبب المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها بالإضافة لخطة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية